اختار أهل الشام عمر بن العاص واختار أهل العراق أبا موسى الأشعري أبو موسى الأشعري اللي كان والي الكوفة اللي كان رافض أصلاً أن يرسل القوات مع علي طب ليش يختاروه؟ اختاروه قالوا هذا رجل صالح وهو الذي نصحنا وهو صاحب النبس العسلم وهو من العلماء كان أجدر أن يختاروا رجل يكون مؤمن بقضية علي أبو موسى كان يعني في وسط في هذه المسألة يعني ما كان مئة بالمئة مع هذا القتال فعمر بن العاص كان هو الذي يقودها تقريباً فأبو موسى رضي الله عنه أهل العراق أجبروا علياً على اختياره هو ما كان رافض له لأنه رجل تقي رجل عالم ذكي يعني الروايات التاريخية اللي تصف بأنه أهبل وكذا يعني حاشا أبو موسى الأشعري هذا هو الذي جاء بالأشعريين قبيلة كاملة جعلها تسلم ممكن يكون بهذه الصورة التي يصفوها أبو موسى الأشعري عالم كبير من علماء المسلمين والي قاعد للكوفة أصعب مدينة في القيادة فما عنده هذه الصفات حاشا بعيد عن كل هذه الصفات ذكي عالم تقي ورع تعلم مباشرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم والكل يثق فيه فوافق عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو موسى ما كان موجود في المعركة فأرسلوا إليه من يخبره فجاءه هذا الوفد وأخبروه بما حدث ثم قالوا له إن الناس قد اصطلحوا قال الحمد لله فقيل له وقد جعلت حكما فقال إنا لله وإنا إليه راجعون ثم أخذوه حتى أحضروه إلى علي رضي الله عنهما جميعا وكتب كتاب التحكيم وفيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما شيعتهما يعني أنصارهما ومن هنا بدأ لفظ الشيعة شيعة علي أي أنصار علي فيما تراضيا عليه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم يعني أي قضاء يتولى هؤلاء الحكمين سيكون يمضي على علي وكل أهل العراق ومن ينصره ويمضي على معاوية وكل أهل الشام ومن ينصره إنا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم به من فاتحته إلى خاتمته نحي ما أحياه القرآن ونميت ما أمات على ذلك تقاضينا وبه تراضينا وإن علي وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحكمه ورضي معاوية بعمر بن العاص ناظرا وحكمه على أن علي ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص عحد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله أن يتخذ القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم ما يتجاوز القرآن بما وجداه فيه مصطورا وما لم يجدا في كتاب الله رداه إلى سنة رسول الله الجامعة لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها بشبهة وأخذ عبد الله بن قيس وعمر بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا فيما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأهاليهما وأولادهما لم يعدوا الحق رضي به راض أو سخط به ساخط يعني ما يجي واحد بعدين ما تعجب الاتفاقية فيقوم يقتل أبو موسى العشعري ولا عمر بن العاص ولا أهلهم ولا يأخذ أموالهم هم حكمين فلا يؤذيان ثم فصلوا تفصيل في هذا وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فلشيعته وأنصاره أن يختار مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والمثاق ممكن يستبدلوا بواحد لو مات وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضونه مكانه وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح وقد وجبت القضية على ما سمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين والله أقرب شهيدا وكفى به شهيدا فإن خالفا وتعديا فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل والسلاح موضوع والسبل والطرق آمنة والغائب من الفريقين مثل الشاهد في هذا الأمر وللحكمين أن ينزل منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق والشام يختاروا مكان للمفاوضات يكون بين العراق والشام ولا يحضر هما إلا من أحب عن تراض منهما يعني هما الحكمين ممكن يحضر معهم آخرين بموافقتهما والأجل إلى انقضاء شهر رمضان عندكم مهلا إلى نهاية رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها ينتهو من القرار قبل رمضان فلهما ذلك وإن رأى تأخيرها إلى آخر الأجل إلى نهاية رمضان أخراها فإن هما لم يحكم بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل يعني انتهت المدة ولم يحكم فالفريقان على أمرهم الأول من الحرب يعود الأمر كما كان وعلى الأمة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر وهم جميعا يد واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحادا أو ظلما أو خلافا هذا هو نص الاتفاق وشهد على هذا الكتاب من أهل العراق الشهود الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم جميعا وعبد الله بن عباس والأشعة بن قيس الكندي وسهل بن حنيف وغيرهم رضي الله عنهم من الصحابة ومن أهل الشام الصحابة حبيب ابن مسلم الفهري وأبو الأعور السلمي وعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد وليس صحابيا وعبد الله ابن عمر بن العاص وهو من الصحابة ومن علماء الصحابة الكبار وآخرون وكتب يوم الأربعاء سبعت عشر سفر سنة سبعة وثلاثين هجرية وخرج الأشعث بهذا الكتاب يقرأ على الناس ويعرض على الطائفتين وبدأ الناس يدفنون موتاهم ورجع الناس كل واحد إلى مكانه رجع معاوية إلى الشام ورجع علي إلى الكوفة طبعا هناك أحداث تفصيلية حدثت أثناء الاتفاق على هذا النص بالذات مثلا في بداية النص كتبوا هذا ما اتفق عليه علي أمير المؤمنين مع معاوية فرفض معاوية هذا النص قال أنا ما بايعته حتى الآن أنه أمير المؤمنين شيلوا أمير المؤمنين فرجعوا لعلي فقال امسحوها يلا فهو النص إذا لاحظتم ما فيهن علي أمير المؤمنين لأن معاوية رفض هذا وعلي تسامحا وافق على ذلك إذن كان هذا هو نص التحكيم ونص واضح وفي شروط وفي احتمالات وما هو الحل في كل الاحتمالات كما رأيتم يعني أمر اتفاق واضح تماما لما انقضى الأجل اجتمع الحكمان في رمضان من السنة السابعة والثلاثين من الهجرة أرسل علي بن بي طالب رضي الله عنه الحكم من جهة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه أربعمائة رجل يقودهم يدير أمورهم شريح ابن هانئ الحارثي ومعهم عبد الله بن عباس هو الذي يصلي بهم ويعني يعلمهم مرجعهم العلمي كما يقولون ومعاوية أرسل عمر بن العاص رضي الله عنهم في أربعمائة رجل من أهل الشام يقودهم شرحبيل ابن الصمة ويدير أمورهم واجتمع الفريقان في دومة الجندل وهي في نصف المسافة بين الكوفة والشام وحضر من ضمن الذين كانوا في هذه الوفود عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن أبي بكن الصديق رضي الله عنه وعبد الله بن الزبي رضي الله عنهما وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاس حيث نتكلم عن هؤلاء الكبار العظماء كلهم حضروا التحكيم واجتمع الحكمان وبدأوا يناقشان واتفقا على أن يعزل عليا ومعاوية ويجمع كبار الصحابة ويكون كبار الصحابة مفوضين في اختيار الخليفة سواء اختاروا علي أو معاوية أو أي واحد ثاني آخر والذي يختاره كبار الصحابة يكون ملزم لكل الأطراف والكل يبايع وتنتهي الفتنة اتفاق جميل اتفاق رائع مرة أخرى خلاصة الاتفاق يعزل علي ما يعتبر الآن أمير مؤمنين ويعزل معاوية ما يعتبر أمير للشام يدير الأمور إلى أن يتم الاتفاق يجتمع كبار الصحابة وسموهم بالأسماء من سيجتمع حوالي مئة من الصحابة الكبار ويجتمعوا خلال سنة لابد أن يجتمعوا بحد أقصى يصدروا القرار خلال سنة وإذا خلال سنة ما اتفقوا فترجع الأمور كما كانت وإذا اتفق الصحابة هؤلاء بعد عزل علي ومعاوية على أي شخص بما فيهم علي أو معاوية أو أي واحد آخر يكون ملزم لجميع المسلمين وكان اتفاق جميل الكلام أن عمر بن العاص اتفق مع أبو موسى الأشعري وقال لا خلاص نعزلهم فقال أبو موسى أنا أعزل علي كما أنزع هذا الخاتم من يدي وقال عمر أنا أثبت معاوية كما أثبت هذا الخاتم في يدي فخدعه ومكر عليه وأبو موسى طيب وهذاك داهية كلا كلام ليس له أصل في التاريخ ليس له أي دليل صحيح وليس له أي رواية صحيحة الرواية التي ذكرتها لكم المعقولة التي تتناسق مرة ثانية أبو موسى مع كبار الصحابة والعقلاء والعظماء معقولة يعني حيلة مثل هذه والحيلة هذه تخلاص مشت عليهم يعني إيش اللعب هذا عيب عيب أن نظن بعقولهم وعقولنا هذا المستوى من الإسفاف فهذا الذي تم وتفقوا جميعا عليه المشكلة أن هذا الاجتماع الذي مفروض يتم بين الصحابة لم يتم أحداث كثيرة سنتكلم عنها هي التي شغلت المسلمين عن اجتماع هؤلاء الصحابة وظلت الفتنة كما هي هذا من المشاكل الكبيرة التي جرت ترجمة نانسي قنقر